السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وسعادتنا متجددة بهذا اللقاء المبارك الذي سوف نخصصه اليوم عن اجمل اختيار في الحياة هذه الحياة فيها حلاوة ومر خير وشر فيها صحة ومرض وفيها عطاء ومنع هذه الحياة هكذا ارادها الله تعالى ان تكون حاملة للنقضين نريد ان نتحدث اليوم عن اجمل اختيار في الحياة الاختيار الذي يجعلك مطمئن البال سعيدا وتسير في غمار هذه الحياة بدون ان تواجهك مكاره اجمل اختيار في هذه الحياة كما يعبر عنه الخبراء في ميدان النفس والمعرفة هو الرضا بالقدر الرضا بالقدر ايها الاحب الكرام اصبح في عصرنا هذا ضرورة ملحة الحياة اصبحت صعبة وامس فيها الانسان مكهربا والاشياء بسرعة تتطور والناس يعانون من قلق ومن توتر ومن غضب والكثير منهم يفكر تفكيرا سلبيا قد يؤدي به الارتكاب ما لا يحمد عقبه ماذا ينقصنا ايها الاحب الكرام لكي تصبح هذه الحياة طيبة سهلة المنال وان نعيش فيها حياة اامنة مطمئنة لا ينقصنا سوى الرضا بالقدر فالرضا بالقدر مقام عظيم من مقامات الايمان واليقين والتخلق به لا يأتي الا بعد طول عبادة وذكر وفهم ومعثلفة وفكر هذا الرضا بالقدر اذا اتصفنا به ممكن ان نتخطع كل ازمة الحياة بالعكس ممكن ان تصبح الازمات محطات للراحة الالام تتحول الى لدائد والشدائب تتحول الى رغائب هذا ما يسمى بلغة الحب والرضا ان تتعامل مع الاقدار الالهية القضية وما فيها ايها الاحب الكرام ان ربنا عز وجل يتنزه في ملكه يعطينا النعم يغضق علينا بالعطاء ولكن بين الفينة والاخرى يصيبنا جل جلاله بشدائد وبصعوبات فهو يريد منا ان نتعامل مع هذه الامور بمنطق الاقدار الالهية الذي تحدث بلغة الحب والرضا لا بلغة الاختبار والتحدي الناس الذين لا يشعرون بالرضى بالقدر وغابت عن قلوبهم نعمة القناعة بما قسم الله فقدوا الراحة فقدوا الطمأنينة لهذا عصر هذا يسمى بعصر الحاسوب عصر الذرة عصر المجرة ولكنه بامتياز عصر القلق عصر الاكتئاب عصر الهم والغم والسبب بسيط جدا هو غياب الشعور بالرضى بالقدر هذا العصر الذي نائش فيه هو خير العصور على امتدل التاريخ لان فيه رب العباد تجلى علينا بالعطاء عندنا من كل ما سألنا هذا العصر هو خير العصور على الاطلاق من حيث العطاء الالهي هناك المال متوفر هناك البنايات الشاهقة هناك السيارات ووسائل النقل المختلفة هناك وسائل الاتصال المتقدمة وهناك الطب تقدم درجات علا وعندنا حقوق الانسان وعندنا الديمقراطية وعندنا كل ما سألناه من ربنا عصرنا هذا هو خير العصور عبر الزمن عبر التاريخ لكن هذا العصر هو اكتر العصور قلقا واكتر العصور الزمات واكتر العصور اكتئاب والسبب بسيط جدا اذا انتبهنا الى هذه القضية ايها احبا الكرام زالت كل الشدائد بين اعيننا ان نختار اختيار الرضا بالقدر هذا ما نريد ان نتحدث عنه اليوم نريد ان نتعلم كيف نغرس الشعور بالرضا بالقدر والقناعة بالنصيب اذا تعلمنا هذا الامر فسوف نرتقي في مدارج الكمال ربنا عز وجل حينما يتحدث عن هذه الابتلاءات يقول وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم اذا تأملت في حياتك قد يكون هذا الشيء الذي اصابك اما مرض واما طلاق واما فقدان منصب واما ضعب طيع فرصة واما خسار التجارة واما واما من الاشياء هي ظاهريا فيها شدائب نكرهها ولكن الله تعالى هو الذي يعلم بان في طياتها نعم وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم اكيد ايها الاحب الكرام حينما نؤمن بالاقدار ونقر ذلك بالرضا الناس كلهم كأنوا بالقدر ولكن هل يقرنون ذلك بالرضا هنا مربط الفرص اجمل شيء ان تؤمن بالاقدار وتقرنها بالرضا هذا من شأنه ان يخلصك من رتابة الحياة وينجيك من الملل في هذه اللحظة ونحن نتحدث كم من الناس يعيشون رتابة الحياة كم من الناس يعيشون الملل كم منهم يعيشون الاكتئاب البعض يبحث عن الراحة اما بان يحسو فنجان خمر او انه يقع في معصية او انه اشياء تعلمونها جميعا ولكن هذا توجه خاطئ تعالوا بنا نبحث عن التوجه البوصلة التي توصلنا الى بر الامان ربنا عز وجل يقول ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء علم هذا تقرير الهي كل ما اصاب كأيو الانسان في الحياة من مرض من سقم من ابتلاء ضيع فرصة مشاكل مع العائلة ربما طلاق ربما عدم انجاب اولاد ربما حوادث مختلفة ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء علم من يؤمن بالله يعطيه الله تعالى الهداية يهدي قلبه لان القلب ذاك هو العضلة التي فيها الاحداث اما ان يكون صاحبها قلقا دجرا متألما واما ان يكون مطمئنا الا بذكر الله تطمئن القلوب والله بكل شيء علم بمعنى ان الله تعالى يعلم كل ما يحدث حوالينا لا تخفى عنه خافية يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء يسمع ذبيب النملة السوداء في الليلة الضلماء على الصخص الصلداء فالمصيبات التي تصيب الانسان عليه ان يعلم بانها من عند الله ابتداء ثم يرضى لهذا كان النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم حينما يوجه توجيهات نفسية توجيهات يعالج بها هذه النفس التي نحملها بين اظهرنا بين جناحينا وتعذبنا كان يقول ان عظم الجزاء من عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط معنى ذلك ايه الاحب الكرام ان الحياة هي معترك الحياة هي حلبة سرع مؤقتة خلقنا فيها من اجل ان نعبر عن 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 اخلاصنا لله تعالى وعبوديتنا له فلهذا رب العزة يعطينا بين الفين والاخرى بعض الابتلاءات ان عظم الجزاء من عظم البلاء الله يعطي الجزاء العظيم جزاء كبير لا حدود له عظم الجزاء من عظم البلاء على قدر ما يكون بلاءك شديدا وصبرت على قدر ما يكون جزاءك عظيما وان الله اذا احب قوما ابتلاهم هذا الابتلاء ايها الاحب الكرام لا يصيب عموم الناس فقط يصيب من احبهم الله من اراد الله تعالى ان يسمع ذكرهم من اراد الله تعالى ان يكونوا بجانبه يناجونه بالليل والنهار ان الله ان الله اذا احب عبنا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط الناس هم ابتجاهين اثنين البعض قلبه مسلم لما قسم الله يرضى الحمد لله على ما قسم الله فاذا رضي له الرضا يعطيه الله في قلبه الرحمة والطمأنينة والسكينة ومن سخط فله السخط من كره هذا الابتلاء الالهي فان الله تعالى يعذبه بامراض وبادواء وعلل لا تنفع فيها الادوية لن ينفع فيها الطبيب ولن ينفع فيها الراقي ولن ينفعها فيها المتخصص في علم النفس لان هذا جاء من عند الرحمن ومن سخط فله السخط فالانسان اذا اراد ان يفوز عليه ان يفوز يسلم الامر لصاحب الامر ويرضى ربنا عز وجل يقول لنا رضي الله عنهم ورضوا عنه هنا يمدح فئة من الصحابة الكرام الذين كانوا يسلمون الامر لصاحب الامر يرضون بكل ما قسم الله ملكة سولوك يقول لك الحمد لله تلقى عنده مصيبة كبيرة ولا يشتكي يقول لك ان شكوت كأني اشكو الخالق للمخلوقين وانما انا ارضى بما قسم الله فقال لهم رب العزة رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا السخط على الاقدار ايها الاحباء الكرام فيه عقوبة كبيرة ان الانسان يتكالب عليه الامراض والاسقام هذا العصر الامراض لفيكثير هي الامراض النفسية هي في الاصل عقوبات لان الانسان لم يسلم الامر لصاحب الامر لم يرضى بما قسم الله لم يقنع بنصيبه وانما سخط سخط اقدر الله فجاء السخط من الله تعالى يحذرنا رب العزة فيقول ذلك بانهم اتبعوا ما اسهط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم والعياد بالله يعني ان بالاضافة الى السخط الذي يجر علينا الامراض والاسقام فيه احبط العمل فاحبط اعمالهم وكأن الانسان كل ما عمله من اعمال صالحة تحبط لانه لم يرضى بما قسم الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القدوة اياما تعرض لابتلاءات شديدة اصيب بامراض فكان يكب عليه قربتين من الماء البارد كل ليلة بسبب الحمى التي كانت تصيبه مرض شديد وتعرض للفقر فكان لا يأكل طعاما سوى الاسودين الشهور المتثالية وتعرض لطلاق ابنتيه وتعرض لوفاة اولاده وتعرض لليتم تعرض للتنكيل سبوه بانه مجنون كاه ساحر ومع ذلك كان راضيا بما قسم الله له كان دائما يقول بان في دعائه يسأل الله تعالى ويقول اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء هذه كلمة طيبة اي الاحباء لنحفظها جميعا من اللي يصلنا الابتلاء لا قدم الله نقول هذه الكلمة الذي علمنا ايها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسألك الرضا بعد القضاء الرضا بعد القضاء ذاك قضاء من السماء هل يستطيع انسان ان ينقض حكم القضاء القضاء الدنيوي وما تستطيع ان تنقضه فما بالك بالقضاء الالهي اسألك الرضا بعد القضاء ولكي نثمر في قلوبنا تثمر هذه القدرة على الرضا كيف ذلك بعض الناس يقول لك بغضنا الرضا ما اقدرش لان قلبي فيه نار شعلة وكان شعور بانني بغي انفاجر كان شعور بغي انتحر كان شعور بغي انتقم كان قولي لا هذه كلها مشاعر سلبية من الشيطان الرجيم قل اعود بالله من الشيطان الرجيم وتعلم ما كان يقوله النبي الاكرم لمثل هؤلاء الناس الذين يتعرضون للابتلاء الشديد كان يعلمنا ان نقول حين نصبح وحين نمسي ان نقول ثلاثا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا هكذا نقول ثلاثة مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا قال من قالها كان حقا على الله ان يرضيه يوم القيامة فعلينا فعلينا ايها احب الكرام ان نكتر في دعائنا في سجودنا نكتر من طلب الرضا هذا احسن دواء لا داعي لكي تبحث عن عن ادوية في الصيدليات باثمنة ضاهظة لكي تهدئ من الحالة الاكتئاب او القلق او التوتر او المرض النفسي اعظم الدواء وهو الرضا بما قسم الله وان تكرر دعاء النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ان تقول اللهم اني اسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم اني اسألك نفسا هذه النفس تعذبك هذه النفس تجعلك منحطا وتنتقم منك اطلب من الله ان يرودها قل له اللهم اني اسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك سيدنا رسولنا قال وارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس ارضى الان قل يا ربي اني رضيت كم من الناس الان في الاستماع يقول انا عندي ازمة ازمة مالية او ازمة نفسية او ازمة عاطفية او ازمة اولاد او ازمة اسرة او ازمة سلطة او غير ذلك ما في ازمة فقط قل اللهم اني رضيت بما قسمته لي وارضى بما قسم الله لك تكون اغنى الناس هذا الرضا بالقضاء والقدر والقناعة بما قسم الله عنده علامات قد تلقى الانسان اللي في الرضا قدقى دائما يقول ان لله وان اليه رجعون يسترجع يكثر من هذا القول هكذا علمنا ربنا نقول قالوا ان لله وانا اليه رجعون كلما قلت هذه الكلمة الله تعالى يعطيك الراحة وطمأننة فقاك يقول معناها العبودي المطلقة لله التفويد الكامل له سبحانه تعني التسلية عن المصائب للتحصر لما تقولها تكون لك حسنا من الوقوع في عدم الرضا تكون لك منجاة من الاعتراض على القدر هذه الكلمة ان لله وان اليه رجعون تخاطبك فتقول لا تحزن فانت ملك لله لا تخف فانت قادم على الله اذا قلت هذه الكلمة ربنا عز وجل يجيبك اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والئك هم المهتدون الذي يقول اذا اصابته مصيبة شديدة قال ان لله وان اليه راجعون رب العز يجيبه فيقول اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والئك هم المهتدون فعلينا ايها الحب الكرام ان نبتعد عن الالفاظ التي تتضمن التسخط عن الاقدار الناس يقولوا كلام قبيح عن القدر ان ما عندي ظهر هذه الحياة ما بقت حياة هذه النكل القوت ومثن والموت وكلام هكذا يخدش في الايمان عيوة عيوة اقول ان لله وان اليه راجعون ولنتيقن ايها الاحب الكرام بان من اسباب الرضا ان تعلم يقينا بان منع الله تعالى هو عين العطاء هكذا يقول العارفون بالله يقول لك ما منعك الا ليعطيك ما منعك الا ليعطيك لعل الله تعالى منعك هذا الرزق لعل الله تعالى منعك هذا الامر لانهم خبلك محسن الى بقضي شاد في هذا الشيء قادمة ثم ولكن الله عز وجل منعك ايه الان لانه يدخر لك شيئا افضل منهم ما منعك الا ليعطيك وكان يقول العارفون بالله منعه تعالى هو عين العطاء منعه تعالى هو عين العطاء وكان الامام ابن عطاء الله السكندري يقول العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطائني العطاء من الله عطاء الى تكل الله المال والأسرة الطيبة وطكل الله الحضوة بين الخلق والصحة والعافية هذا عطاء تكرم عليك لكن اذا سلا بكى هذه النعم لا تقول معنى عني بالعكس العطاء من الله عطاء والمنع من الله عطائن بمعنى ان الله تعالى إن صبرت واحتسب يعد لك الضعاف ما أعطاك من الخيرات والبركات وصدق من قال إن منع الله عبده من بعض محبوبته هو عطاء منه له لأن الله تعالى لم يمنعه منه بخلا وإنما منعه لطفا هذا كلام للإمام ابن عطاء الله السكندري الله تعالى لم يمنع عبده من هذه الخيرات بخلا يقول دعوت ودعوت ودعوت ولم يعطني لم يمنع منك ذلك بخلا وإنما منعه لطفا فمن رضي بقضاء الله تعالى أرضاه الله تعالى بجميل قدره فنسأل الله الكريم أن يمتعنا وإياكم بالرضا بالقضاء والقدر وأن يجعل قلوبنا مسلمة لأمر الله تعالى أيها الإحباب لن أطيل عليكم نفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نتواصل معكم أرقامنا 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 بغن نسمع منكم اليوم خصوصا الناس اللي تعرضوا ابتلاءات شديدة ثم من اللي مرضوش بالقدر أشق عليهم لعدب يزداد وكيف أنهم لما راضوا بما قسم الله تعالى لهم أنهم صبروا واحتسبوا والله تعالى أكرمهم بكرمه وجوده ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة